لا يمضي يوم إلا ويستفز المستوطنون اليهود مشاعر المسلمين باقتحاماتهم المتكررة والمكثفة خصوصا خلال شهر رمضان لباحات المسجد الأقصى بحماية جنود الاحتلال الخبر اليوم لا يختلف عن أمس ولا يختلف عن يوم غد سوى بأعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد في حين تبقى ردة فعل المرابطين واحدة لا يملكون غيرها من هتفات التكبير ضدهم لكن ردة الفعل هذا تغيرت أمس وتطورت لمواجهة قطعان المستوطنين إلى أن أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين هذا الإجراء دفع العديد من الدول لإدانته حيث جاء في بيان الخارجية الفلسطينية أن تصعيد المنظمات اليهودية المتطرفة والمستوطنين وأذرع الحكومة اقتحاماتها للأقصى خاصة في شهر رمضان يشكل استفزازا كبيرا للمواطنين وتحديا سافرا لمشاعرهم وصيامهم إذن الاحتلال الصهيوني يفرض سياسة العقاب الجماعي والذي يتلخص بإبقاء المسلمين خارج المسجد عقابا لهم بينما يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوسهم التلمودية وصلواتهم داخله وذلك على مرءا ومسمع من العالم من جهته دعا مدير المسجد الأقصى الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى الأقصى للاعتكاف بدءا من اليوم وفي داخل أسوار المسجد الأقصى يغلق الاحتلال عددا من الأبواب ولا يسمح باستخدامها للتقليل من الازدحام خلال خروج المصلين فالأبواب التي يسمح بالخروج منها هي باب الواد وباب السلسلة وباب القطانين وباب الأصباط فيما أغلقت باقي الأبواب بالكامل كل هذه المعانات تتبدد لدى الكثيرين حين الوصول والصلاة في الأقصى والجلوس في ساحاته مع أذان المغرب وتناول طعام الإفطار في منظر يجسد المعنى الحقيقي لإعمار المسجد الأقصى وشد الرحال إليه رغم الاحتلال وإجراءاته